جماهير جزائرية لا اقول عاصمية فقط ولا اقول جماهير اتحاد العاصمة فقط جماهير جزائرية اليوم حاضرة في مدرجات الملعب بهذه الالوان السوداء والحمراء وهذه الصور الرائعة التي لا يعرف صناعتها الا القليل في الجزائر من بينهم فريق اتحاد الجزائر عندما يكون في مباريات كبيرة سواء في الدول الجزائري او في منافسات قارية بهذا الحجم نحن اليوم على موعد مع مباراة كبيرة ايضا ديربي مغاربي مع الجار الوداد البيضاوي في واحدة من المباراة المرتقبة ولكن للأسف عندما نشاهد هذه المدرجات وهذه اللوحات وهذه الصور وهذه الجماهير ونعود الى ارضية الميدان نأسف كثيرا على ان هذه الجماهير والمشاهدين الاعزاء الذين يتابعون معنا يحضرون مباراة في فوق ارضية ميدان رديئة وسيئة لا ليست في قيمة ولا في مستوى الجزائر ولا في قيمة ولا في مستوى ملعب من حجب خمسة جوليا واحد من التحف المعبارية التي لم تكن حتى في اسبانيا في سنوات سباينيات ستقوني لان بلدان اوروبية كبيرة جدا لم تكن تملك مثل هكذا ملعب يتسع لسبعين الف متفرج او بالاحرى مركب اولمبي وليس فقط ملعب هو مركب اولمبي من ملاعب جوارية ومن المسابح ومن مضامير لالعاب القوى ومن فندق كذلك موجود داخل هذا الملعب هذا الامر لم يكن بهذا الشكل موجود في اوروبا في سنوات السبعينيات نحن فعلنا ذلك في سنوات السبعينيات ولكن بعده الجزائر لم تبني ملعبا اخرا بهذا الحجم كانت هناك الكثير من الملعب اي نعم جوارية وبلدية وولائية ولكن ملعب من هذا الحجم للأسف رغم الطفرة الكروية والرياضية التي شاهدتها الجزائر في مختلف اشتركوا في القناة